الوزير شكري وزير الخارجية قال إن فوضى حرب غزة تدفع مصر للاحتكام للقوة بالطبع هي رسالة واضحة وأيضا هذه الرسالة جاءت من أكثر من المصدر من الجانب المصر رأينا وزير الدفاع منذ ربما فترة قريبة بأن هناك كل الخيارات مطروحة لحماية الأمن القوم المصر هذا الفوضى وهذا التهور الإسرائيلي وهذا الاندفاع وهذا التواجد وهذا الاستمرار على سياسة التصعيد طبعا يؤدي تدعات خطيرة تمثل أمن القوم المصري ولذلك هذا يدفع مصري إلى مزيد من اتخاذ كل الإجراءات الإجراءات الصلبة والإجراءات الخاشنة والاستخدام ربما استخدام القوة بالطبع لحماية الأمن القوم المصري لمنع أي تدعيات سلبية يمكن تؤثر على استمرار إسرائيل في رفح وفي محور فلاديلفيا أو في قطاع غزة ولذلك هنا كانت هناك رسالة مصرية واضحة سواء للجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي أو فيما تعلق بأن مصر لن تقبل فيما تعلق بالمساس بأنها القومي أو المساس بالحدود أو السيادة طيب كان هناك اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي أمس إضافة لموضوع المعبر كان لافتا ملف إبرام الصفقة الوزير شكري قال إن حماس طلقت المقترح بشكل إيجابي ماذا تتوقع مصر من إسرائيل تجاه تعاطيها مع ذلك؟ يعني مصر عمل دائما بحظر مع الجانب الإسرائيلي يعني خبرة المقترح السابق الذي قدمته مصر وكان أمريكا قالت أنهم بتوازن والجانب الإسرائيلي وبنجاتس وعندما وفقت عليه حماس وعادت إلقاء القرى في الملعب الإسرائيلي تعنتت إسرائيل ودعت وزعمت أن هناك تغيير في مسودة الاتفاق فيما تعلق ببند وقف إطلاق نار وغيرها للهروب ولذلك الخبر خلال الشهور الماضية بتقول أن الجانب الإسرائيلي لا يمكن التعويل عليه أو الثقة تماما فيما تعلق بنهاية الحقيقية في إبرام صفقة ما يصدر إسرائيل حاليا عندما يأتي نتنياهو ويقول ابن غفير لا يمكن نص على نهاية الحرب رغم أن النص وبايدن عندما قدم هذا الطرح وقال إنهاء الحرب في المرحلة الثانية وانسحاب القوات الإسرائيلية وبالتالي أيضا تصريحات جالانت ونتنياهو وغيرهم بأنها لمستقبل الحماس الاستمرار في القدرات العسكرية وبالتالي هنا رد حماس إيجابي لأن حماس بالطبع المقترح حقق لها الأهداف الأساسية إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين وبالتالي هناك تحفز لأن حتى مقترح بايدن هو لم يتغير كثيرا عن مقترح المصر الذي قدمه وتعاملت معه إسرائيل بمروغة ومزيد من التعامل إذن من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد الباحث بالعلاقات الدولية شكرا جزيلا لحضرتك ويعطيك العافية